لعلكم تتقون في هذه الحلقة الجديدة اليوم سوف نبحر في معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار فأتفضل سيد محمد نقف على معاني هذا الحديث نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اهتدى بهده وقاتف أثره إلى يوم الدين رب شرح لصدري ويسر لي أمري وحل العقودة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد شيئا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار هذا لفظ أنس وهناك لفظ لأبي هريرة رضي الله عنه مثلا في اللفظ الأخير وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وفي رواية كما قرأت في الهديث يلقى في النار جيد جدا جعلنا الله وإياكم ودى الحاج من من يحققه مقتضايا هذا الحديث ومن محبي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن محبي المتكلم بالحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله واضح ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يتحدث عن قضية ما هي حلاوة الإيمان الإيمان له حلاوة يقول الحافظ في الفتح تلك الحلاوة ابن حجر العسقلاني متوفست سنة اثنين وخمسين وثمانمائة للإجراء يقول بأن البخارية كان دينا في رقابة الأمة جميلها حتى جاء ابن حجر رحمه الله فأزال هذا الأمر عن المؤمنين وشرح الحديث وذهبوا إلى الشوكاني رحمه الله عليه فقال له شرح البخاري فقال لا هجرة بعد الفتح بمعنى فتح الباري شف يعني تواضع الشوكاني رحمه الله على أي قال الحافظ ابن حجر في كلمة حلاوة الحلاوة هل هي حقيقية أم أنها مجازية قال هذه الحلاوة تذاق بمعنى تحقيق هذه الثلاث تثمر تلك الحلاوة جعلنا الله ويقوم من يتذوقها آمين يفسرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم وهو من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد نبي وبالإسلام دين ذاق طعم الإيمان أي أن الإيمان له طعم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا يجب الرضا بالله عز وجل وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم وبالإسلام دين وهذه الحلاوة يجب أن يحقق الإنسان ثلاثا لتتحقق له هذه الحلاوة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كيف ذلك تعرض للإنسان محاب نعم مع محبة الله ورسوله تقع معارضة فإذا قدم شيئا من تلك المحبة على محبة الله ورسوله ماذا يحدث الإنسان لم يحب الله ولا رسوله نرجو نعم بطريقة شوية نشطة لنفرط رجل وجد في القطب الشمالي أو في القطب الجنوبي نقربوا شوية الحج منذ لان بقوة تماما أو تماما قطب الشمالي والجنوبي تمكينا أرزم هارير هذا هو القصد لا حسب معنى نغطول صحيح نحن نجعله غرم هنا في اسم يقن أو في قمام قمام الجبالية اللي كيكون فيها البرد إفران أو إفران أو إفران ما يرحم والديك أو قيم دا نطي في الصبح وانت تلقى البوطة كملت قول بريكا ما كينة وخصك توضأ عند فجر واش تصلي الصلاة هنا الإنسان فتبدأ المحب الإنسان أولا قبل أن يقوم إلى الصبح يحب النوم فيقدم النوم على الصلاة المؤذن يقول الصلاة خير من النوم والإنسان ماذا يفعل عوض أن يجاهد نفسه ويستيقظ يقول لننم بكين بس نعز ماشي مشكلة فلسان حالي يقول النوم خير من الصلاة وكأن فعله هذا يتعرض مع محبة الله ورسوله نعم عودتاني بإضافة لأشي لقلت البوطة كملت البريكا ما دير والو ما كينة شعفوا ما كينة ذعوا أن تتناول الماء البارد في ذلك المكان البارد هو من أشق شيء على النفس أخذ بالرخصة ربما تتتيم تتيم ممم دروينا هي صبعا اللي كنت بيقول وفقك الله أقول يا نعم يقول لك نعم ست يمني على التمارة لما أتك أنت يمم نعم تيمم لا يقبل ما من لا يقبل الشريف عندك مرض هل أنت مريض فتخشى أن يزيد المرض يخشى على نفسه المرض يعني بسبب البرودة أي مرض ولا ترقوا بأيديكم إلا التهلك هذا شيء متوهم إلا إن علم من حال إنساني عادة أنه إن حرك الماء البارد أن يتسبب له في المرض إيه ولكن الإنسان هي كيتوهم أو لماشي كيتوهم كي يجي كي يدور بيها إيبليس هو الشريف وراء الحال بارد وراء شوية المبارد التهوى وقد يقسها شوية إيتي يمم أكاين بس فإن هو أطاع نفسه في هذا وأطاع وسواس الشيطان نقول له أنت لا تحب الله ولا رسوله هنا هنا يقدم محبة الله ومحبة رسوله على هوى نفسه فيتوضع ويؤد الصلاة بعدها سيحس مباشرة بالحلاوة نعم واضح جميل جدا هذه واحدة مثلا يعني مثلا من الأمور أن الإنسان في بيعه وشرائه يزين أو تزين له النفس الكذب نعم لينفق سلعته نعم واضح فإن هو صدق فهو يحب الله ورسوله لكن إن هجم عليه الكذب مثلا هجم عليه الكذب بأن يكذب لتزين السلعة للغير من أجل أن تنفق وتشترى نقول له أنت لا تحب الله ورسوله لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن صدق بورك له ما في بيعهما نعم مثلا جيد جدا يعني فهمت منك أنك لما تعظم أمر الله وأمر رسوله فإنك تحب الله ورسوله هذا هو المقصود بمعنى أن محبة الله ورسوله المحبة القلبية الأولى ثم الأمر التابع لهذه المحبة وذلك بأن تمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم نعم واضح هذا هو المقصود جيد جدا هالأولى المسألة الثانية أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله ما هي العلاقة التي تربطك بالمسلمين وتربطك بمثلا بخصوص من تلازمهم زوجتك مثلا صاحبك أخوك من تعمل معه في مكان العمل شيء واحد من يربطك به وهو محبة الله ورسوله نعم ولذلك في الحديث الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله ذكر راش ذكر رجلان تحبى في الله التقى عليه واجتمع فيه وافترق عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي مصلحة دنيوية تقول كيحبوا لله وتيحبوا لله جمعهم ماذا القصد الأخروي أي أن هذه المحبة يستثمرونها في الدنيا لكي تثمر لهم ماذا ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله نعم والشراء مش يسأل صحيح صحيح نعم ونفس الشيء يقع بين الزوج وزوجتها ما الذي يجبعهما مثلا يجبعهما تلك المحبة فنحن بحاجة للاستحضار هذا المعنى والآن صار هذا الأمر غريبا لنب القليل القليل من وفقه الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر وإلا فالجابع بين الناس إلا من رحم الله بطبيعة الحال نعم هو تلك المصالح نعم إن كانت له من مصلحة في شخص دنيوية أو معنوية مادية أو معنوية فإنه يلازمه فإن إنقضت تلك المصلحة فهرقه وربنا سبحانه وتعالى يريد أعظم الوشائج وأعظم الصلاة وهو أن تكون المحبة لله تباركه نعم 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 وليست مصلحة ترتب عنها منفعة دنيوية نعم نعم المصلحة تكون نعم له على الخير نعم رجاء ثواب الآخرة نعم واضح؟ مثلا مثلا هذا نعم قلت هنا أن يحب المرأة لا يحبه إلا الله نعم صحيح وقلت اجتمع عليه وافترق عليه في في الحديث نعم في الحديث آخر سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظلهم ورجال من يتحب في الله اجتمع عليه وافترق عليه نعم اجتمع عليه وافترق عليه صحيح المصلحة التي جمعته هوا هي مصلحة يعني مصلحة في الله إن صح القول نعم صحيح صحيح ولولا لإطالة لا ذكرت من ذلك قصصا هذا للتنبيه واضح ثم قال وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار ما يمسأل أخرى يعني عنده خشيان من المرأة دائما يستحضر أنه أخشى أن يعود إلى الكفر اللهم ثبتني على الإيمان اللهم يمقلب القلوب ثبت قلوبا على دينك هكذا اللهم يمصرف القلوب صرف قلوبا على طعادك اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به ديدنه وهجيراه كما يقولون وهجيراه كما يقولون في اللفظ يعني شيء له يعني دائما حاضر عنده نعم لماذا لخصوصا إذا علم أن الكفر والعياذ بالله إن سقط فيه يقود هو العياذ بالله ولا محلة إلى النار نسأل الله السلامة والعافية نعم فالمقصود يدعو الله تبارك وتعالى أن يثبته لماذا لأنه يخشى أن يقذف في النار نسأل الله السلامة والعافية نعم وكان في أحد الرواية كما ذكرنا في اللول بعد إذ أنقذه الله منه أي أن الله سبحانه وتعالى بعض من سبق لهم الكفر أنقذه لذلك تجدوا أن بعض من يسلم يبكي بكاءا شديدا لأنه يرى من نفسه أنه كان في حال ثم غيره الله تبارك وتعالى إلى أحسن الحال وعندما يمارس عبادات الله تبارك وتعالى ويتقرب إلى الله في كل مرة يأتيه ذلك والخوف من أن يعود إلى ما كان عليه نعم فهنا يبكي خشية أن يكون والعياذ بالله يعني على إلى الحال ثم الذي يتسبب له في دخول النار صلى الله عليه وسلم والعافية ولعله يبكي من الحلاوة المتحققة عنده صحيح حتى هذا يقع حتى هذا يقع يعني يحس طمئنانا يحس حلاوة لم يكن يعهدها قبل نعم أن يكون مؤمنا هذا الطمئنان وهذه الحلاوة حتى هي تجعل المرأة يعني يبكي صحيح فإذن هذه هي المعاني التي أسأل الله تبارك وتعالى أن أكون قد وفقت في توضحها وبيانها والله منفعنا بها ونفع بها كل من يسمع ونسأل الله تبارك وتعالى أنه دخلنا الجنة بمنه وكرمينا ولي ذلك وهو القادر عليه وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين